الوطن تعتبر شجرة الزيتون في منطقة القبال أيقونة مقدسة كونها مصدر الرزق الأساسي للسكان ولهذا تنتشر المعاصر بكثرة خاصة تقليدية منها عائلة موساوي من مدينة الأقصر بولاية بيجاية لا تزال تحتفظ بمعصرة تقليدية يعود تاريخها لسنة 1920 صبرين عرقوب ونجمة بوكرش بولاية التقليدية وبين هذه البيوت العتيقة التي لا تزال صامدة صمود عظيمة أهلها المسمات جاريت ببلدية الأقصر بولاية بيجاية نجد عائلة موساوي تحتفظ بمعصرة تقليدية يعود تاريخها لسنة 1920 بعيدا ضجيج المحرك هاتي نلقط وبعث نلقب بشيج المحركة يتنسمر بشيج المحركة وبعد أن نزد الضغط ندول الماء مزدد جوية وبعد أن نعمر أن نعمر هذه الضغط وبعد أن نغزل دينا جل بريسا نغزل المياه صارت مليح على الهواء الطلق تقوم الخالة مليكة وابنتها بعصر الزيتون لأهل القرية وما جورها هذه السيدة التي ورثت المعصرة التقليدية عن أبيها وجدها رياح العصرنة وإن كانت قد سهلة المهمة على أصحاب المعاصر إلا أنه يبقى للمعصرة التقليدية قيمتها لذا لينبغي إهمالها ولو من باب الحفاظ عليها كتراث